من جانبه بعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث ببرقية تهنئة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023 أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة يعربون عن أسماء تلات الزازب والتقدير لما يتم تقديمه من عطاء وإنجازات بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التقدم والازدهار والحياة الكريمة في كافة ربوع مصر مؤكدين عزمهم على الوفاء بالمسؤوليات والمهام المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضا وشعبا هذا وقد بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر